النائب أشهد الصالحي بزيارة عدد من منازل الشهداء التركمان في كاركوك والذين سقطوا في عمليات تحرير تلعفر وبشير التركمانيتين وشدد الصالحي خلال الزيارة على وجوب تقديم كل الدعم والتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل شعبهم ومدينتهم كاركوك ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الجبهة التركمانية العراقية لعوائل الشهداء التركمان بادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي بزيارة منزل عائلة الشهيد التركماني البطل محمد صلاح الذي استشهد بتاريخ الثامن عشر من نيسان عام 2015 أثناء تحرير مدينة بشير التركمانية أمام تنظيم داعش الإرهابي حيث كان في استقبال الصالحي عم الشهيد السيد خالد رضا وأقربائه وبين الصالحي إنه نال شرف الشهادة مع رفاقه خلال المعركة الشريسة لاستعادة قرية بشير التركمانية وتضحيته في سبيل شعبه التركماني لا تنسى فيما زار الصالحي أيضا منزل عائلة الشهيد التركماني المغوار علي شهين ريضا الموسوي وكان في استقبال الصالحي والد الشهيد التركماني البطل حيث أشهد الصالحي ببطولة وتضحية الشهيد الذي لبى نداء الوطن دفاعا عن تربة العراق أمام الإرهاب الداعشي هذا وحضر الزيارة أيضا رئيس جمعية قشلة كاركوغ للشهداء والسجناء السياسيين لتركمان العراق هاشم مخترغلة وفي حديثه لفضائية تركماني لا أوضح الصالحي أن التركمان قدموا الكثير من الشهداء من أجل الدفاع عن مدينتهم كاركوغ وهم يتعرضون اليوم لمؤامرات تهدف لبث الفرقة بينهم لافتا إلى أن زيارته هذه جاءت تعبيرا عن وقوفهم ودعمهم وتواصلهم المستمر مع أسر الشهداء الذين تركوا أطفالا يستحقون كل الرعاية والاهتمام من لدن الشعب التركماني وحث الصالحي أبناء الشعب التركماني على تعزيز وحدتهم وتكاتفهم خصوصا في هذه المرحلة وأيضا إلى كل الاهتمام لعوائل الشهداء التركمان سائلنا الله تعالى الرحمة لهم وأن يسكنهم جنته الواسعة يذكر أن رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي قام خلال شهر رمضان المبارك وفي أول أيام عيد الفطر المبارك بزيارة عدد من عوائل الشهداء لتقديم التعازي لذويهم متمنيا لهم الصبر والسلوانة